السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل فل أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار أول الأسبوع يوم الاثنين لاثنين الموافق واحد إبريل 2019 وأقسموا بالله العليل العظيم أن كل اللي جاي في كلامي في حلقة النهار ده يوم واحد إبريل ما فيهوش كده علشان اللعبة السخيفة بتاعت معظم الناس اللي بلعبوها يوم واحد إبريل دي ومش عارف الحقيقة بقى أمرت إيه معتبرينها حاجة لطيفة حاجة فكاهة إن انت تطصك الصبحية كده بشوية أخبار سخيفة بعدين يقولك كنت بهزر معاك دي كدبة إبريل أنا عارف إن هي لها تاريخ طويل وطلعت في بريطانيا باين مش عارف القرن 19 وقال لي بس إحنا ملنا يعني إحنا زهقنا من كتر الكدب والحقيقة مش عايز أقول كلام مش لطيف يعني بس إحنا بنجدب كتير وبنجدب أيام كتير في السنة يعني يا ريت الكدب يبقى واحد إبريل بس وبقيت 364 يوم يبقوا صدق لكن إحنا بنجدب بنجدب أكتر ما بنصدق وبنفتي أكتر ما بنكلم بالحقيقة وبنحرق بنزين وبنهزي وبننقل إشعات وبنطلع أكاذيب أكتر ما بندور على الحق ونجري وراه أنا هنا مش بتكلم عن الإعلام أنا بتكلم عن الناس كلها والحقيقة فترة الأخيرة كمان أنا بسميها فترة الإشعات والأكاذيب والبلبلة والفوضى بامتياز والسبب الله يسمحها اللي اسمها السوشيال ميديا اللي استخدمت كسلاح في وشنا علشان تنشر الفوضى والبلبلة والأكاذيب وتخلي الحق باطل والباطل حق والإشعة خبر والخبر إشعة لدرجة أن الواحد بقى بيعد صابعه بعد ما يقرأ أي كلمتين على السوشيال ميديا فما جاتش بقى كمان على واحد إبريل يعني خلي واحد إبريل يعدي من غير ما نمشيها أكاذيب فأنا بقولكم أن اللي جاي كله صدق أو أدعي أنه الحق كما أزعم يعني